اشتركوا في القناة اخواني العزاء اي شخص مكروب او اي شخص مهموم بيهمه ان هو يشوف حاجة ولو شعاع كده في المنام يدي له اشارة ان ان شاء الله الفرج قريب او ان الانتهاء الهم قريب جدا او ان الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى قريب جدا فطبعا في اوقات بتكون الاحلام فعلا بصيص امل لينا وبتكون علامة مهمة جدا لينا على ان ان شاء الله الفترة القادمة فترة تغيير ده الافضل وفترة انتهاء القرب او انتهاء الهم اللي عندنا طبعا فيه تلات علامات جمال جدا لو شفنا واحدة منهم ان شاء الله باذن الله نتستبشر خير ونعرف ان ان شاء الله احنا قريبين من الخير هنتكلم عنهم بالتفاصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احبا لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر اشعارات ليصلكم جميع الفيديوهات باستمرار لو احد عنده رؤية او حلم وحابي يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتواصل معي والرد عليه في اسرع وقت اول حاجة يا اخوان عزائق من العلامات المهمة جدا والرؤى العظيمة جدا ان شخص يخبرك بانتهاء همك ازاي ان فيه شخص يجيلك في المنام يخبرك بانتهاء همك هل ان ده فعلا نعم الرؤية دي رؤية جميلة جدا ومن افضل الرؤى اللي بتدل على الفرج القريب وانتهاء الكرب الشخص اللي بيجيلك ده سبحان الله ممكن يكون رسالة خاصة لك انت رسالة مش ممكن اي حد يشوفها يعني ممكن انا مثلا اببه في كرب او في هم ولكن ما يجيليش الشخص ده يبشرني ان الهم بتاعي هينتهي ممكن انا صلتي بربنا مش كويسة ممكن انت صلتك بربنا كويسة وربنا سبحانه وتعالى بيديك الامل بيديك اه انك تصبر وبيديك الرسالة المبشرة اه من خلال شخص مثلا من خلال شخص اه هو اللي يبشرك بيها في المنام ويقولك انت خلاص اده الهم اللي عندك هينتهي او الكرب اللي عندك هينتهي وان الفرج قريب جدا منك ولكن مسلا يديك نصيحة تانية انك عليك انك تصبر عليك مسلا بانك تخرج الصدقة فطبعا بتكون رسالة مهمة جدا لازم نركز فيها ونعرف الفيديو ده الرؤية دية بتتضمن ايه بالزبط هل هي مثلا بتوجهنا الحاجة معينة نعملها عشان خطر ينتهي الكرب من خلال سياق الرؤية نفسها اللي انت هتشوفها دية باذن الله هتعرف الشخص الغريب ده او الشخص المجهول ده اللي بيطمنك وبيقولك ان الكرب هينتهي ممكن يطلب منك انك تعمل حاجة تانية مثلا زي ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى باستمرار مثلا زي بيقولك صلي على النبي زي بيقولك استغفر ربنا زي بيقولك اه قول لا حول ولا قوة الا بالله هتلاقي اشارات كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا يعني مش هنقدر نذكرها كلها ولكن اه كل شخص بيشوف الرؤية بطريقة مختلفة وحسب اه مثلا مكانه وحسب اه وضعه اه مثلا الناس اللي اهل المدينة بتشوف اه الرؤية بطريقة اهل المدينة الناس اللي هم اهل الريف مثلا واهل الزرع والحاجات ديت بيشوف الرؤى بالطريقة ديت فطبعا كل كل فئة حسب اه الحياة اللي بتعيشها فالبشرة ان شاء الله هتكون ان شخص مجهول بيجي يطمنك ويقولك ان ان انت خلاص الفرج قريب منك وممكن بعد كده يقولك بس اكثر من الزكرة اكثر من الاستغفار اخر الصدقاء الكلام ده فطبعا هنا الرسالة واضحة جدا ان الفرج قريب جدا منك الرؤية التانية اخوان العزاء والعلامة التانية علامة جميلة جدا وطبعا لازم كلنا نخلي بنا منها وعشان فيه ناس بتختلط عليها الامور واتفكر ان الرؤية ديت سيئة الرؤية ديت خروج الماء من باطن الارض سبحان الله لو افتكرنا قصة سيدنا اسماعيل عليه السلام وشفنا التعب اللي اتعبته امه عشان خاطر ما فيش مية والكلام ده وفي ظل الشدة وفي ظل الكرب سبحان الله تخرج المياه من باطن الارض عشان تبقى حاجة عظيمة جدا اللي هي بقر زمزم فطبعا هنا يا اخوان العزاء ناخد شاهد بسيط جدا ان خروج المياه من باطن الارض رؤية عظيمة جدا وطيب فيه ناس مثلا تشوف ان المياه مثلا خرجت بكسرة وهتغرق الدنيا ولا حاجة والكلام ده ما تقلقش طول ما المياه صفية وعزبة الرؤية جميلة جدا والرؤية مبشرة جدا المياه دخلت المنزل بتاعك دي حاجة كويسة المياه مثلا زائت الارض بتاعتك زائت زرع عندك مثلا دي حاجة كويسة انت بتشرب من المياه دية او اولادك بيشربوا من المياه دية او مثلا واحدة بتشرب من المياه دية دي حاجة كويسة جدا تشير الى الرزق القادم بعد الكرب ده وبعد الهم اللي عندك واعرف على طول ان الفرج قريب جدا بازن الله وانك ان شاء الله هتخرج من الكرب ومن الهم ده سليم معافة وكمان ربنا هيبقى معوضك عوض كبير جدا فيه على على التعب اللي انت تعبته ده كمان اخوان العزاء رؤية تالتة جميلة جدا ورؤية مبشرة جدا وهي رؤية النور النور لما نشوفه فيه الظلام دي حاجة كويسة جدا لما نبقى نفسنا ان احنا مثلا في مكان مظلم سواء منزل بتاعنا مظلم مثلا او قضة نومنا مظلمة مثلا او الطريق اللي احنا ماشيين فيه مظلم ونشوف انه النور مثلا بينور طريقنا سواء نور شمس او نور جاي من جاء معينة فدي بتكون رسالة لنا وعلامة لنا على ان ان شاء الله الفترة القادمة فترة فرج وفترة انتهاء هم وفترة انتهاء مشاكل وفترة تيسير احوال وفترة عوض باذن الله ان ربنا هيعوض عليك عوض كبير جدا بعد الظلام اللي انت عيشته بعد المأساة اللي انت عيشتها سواء مثلا اه فيه ناس بتكون مظلومة مثلا في امور معينة زي الازواج مثلا الازواج اللي هم مثلا بيتخلفوا مع بعض وبيتطلقوا الكلام ده فيه اكيد بيبقى ظالم ومظلوم ما فيش حد مثلا بيخرج من الموضوع ده سليم لازم ان فيه واحد بيبقى ظالم وواحد يبقى مظلوم سواء الرجل او سواء المرأة اه الاتنين واحد بيبقوا خرجين مظلومين فطبعا هنا ممكن العوض بيكون كبير جدا عند الشخص ان ربنا يديك رسالة زي كده ان طريقك هتنور الظلام اللي انت كنت فيه او الظلم اللي انت كنت فيه هينتهي ونور ربنا سبحانه وتعالى هيغطى عليك ويخرجك من الهم ده كذلك العمر فيه ناس بتكون مثلا حقوقها ضائعة حقوقها المادية ضائعة مثلا مواريس وقضايا مثلا في محاكم مش لقيلها حل مش لقيلها تغيير فطبعا الرؤية دي جميلة جدا بتدل برضو ان النور لما بييجي على الظلام بيظهر الحق وبيبطل الباطل فهنا حاجة كويسة جدا برضو تدل على الفرج القريب والخير القادم باذن الله اتمنى اخواني العزائي ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر اشارات ليصلكم جميع في ديواتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحب تفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات واحنا ان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه ولو بنتأخر عليكم في الرد طبعا انتو عارفين مش على طول مثلا بنكون متواجدين على القناة وكمان ممكن الانترنت بيكون في مشاكل فبالتالي لازم هنتأخر عليكم اوزورونا وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة